بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال الحقيقة قبل ما طبعا أنتقل أخبارنا ومحتوى حلقتنا بحب طبعا أنعي الفقيد مدير النشاط الرياضي السابق الكابتن سامير عبد الربو اللي وفيته المنية أمس الحقيقة وتم تشييع جثمان الفقيد النهاردة بعد صلاة الظهر من التجمع الخامس الكابتن سامير عبد الربو من أحد القامات الكبيرة في الرياضة تولى طبعا منصب مدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي سنوات طويلة وأيضا في النادي سموحة ونادي الجزيرة وأخرهم كان مركز شباب الجزيرة الحقيقة كابتن سامير عبد الربو كل ما انتعامل له شهد له بالأخلاق وشهد له بالمهنية والحرفية وتولى عديد من المناصب أيضا خارج مصر في دولة الإمارات هذا الرجل الحقيقة أحزننا كتير هذا الخبر ويعني يبدو أن سنة 2020 مصر أيضا أنها تاخد كثير من الأحبة وكثير من أعظماء يعني زي ما بيقوله الرياضة كابتن سامير عبد الربو كل اللي يتعامل معه الحقيقة النهاردة كان حزين على رحيل هذا الرجل ويمكن عزقنا الوحيد أنه إن شاء الله بهذه الأخلاق وبهذه الصفات اللي اتسم بها إن شاء الله أكيد هو بإذن الرحمن في مكان أفضل كثير لأنه الحقيقة رجل فضله على الكثير والكثير الحقيقة وكابتن محمود الخطيب والمدير التنفيذي وقطعات النادي نعت الكابتن طبعا سامير عبد الربو خالص يعني طبعا الدعاء بالرحمة والمغفرة للفقيد ونتمنى لأسفة الصبر والسلوان ترجمة نانسي قنقر